موسيقى موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة أصحاب البصائر نشكر جميع الأخوات اللي انضموا لنا وشجعونا وعطوا الأراء ديالهم على أساس يعني نديروا الدروس بالدرجة المغربية وفضل في يومين يعني توصلت كتر من سبعين يعني اقتراح وجميع الاقتراحات كي يدروا على نديروا توحيد الله عز وجل لهذا إن شاء الله سنبدأوا في السلسلة إن شاء الله المقبلة في توحيد الله عز وجل لأن في الحقيقة يعني هذه الناس اللي اقترحوا كلهم توحيد كلهم على صواب للأسباب الآتية أولا من أجل ذلك خلقنا الله سبحانه وتعالى ربي ما خلقناش لشي حاجة أخرى إلا للعبادة ثانيا من أجل ذلك شيء أرسل ربي سبحانه وتعالى الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا هدوهما الأسئلة اللي كي تسأل عليهم الإنسان في القبر دياله من اللي كيموت إذن ماذا ما الإخوة اقترحوا لنا نهضر على التوحيد ديال الله سبحانه وتعالى حتى أنا إن شاء الله عن قلهم الأسباب اللي خلتني ندير هات السلسلة المباركة السبب الأول اللي خلاني ندير هات السلسلة أنها الدروس بالدارجة المغربية بالتأكيد بنولية قلال بزاف بينسبة الدروس الدينية ولكن وخا كينين هم كينين بواحدة شكل ديال المحاضرات يعني في المساجد وكينين يعني يعني بالاقتراح ديال الشيخ يعني من التي يكون ديال الدرس وخا كي يضرب الدارجة كي يضرب بواحد الأسلوب عالي كي يصعب على العوام يستفدوا منه يعني بشكل كبير أنا أنا يطريب العلم يالله كان طلبوا العلم شوية بشوية لهذا فنحاول نقرب بالإخوة المستمعين والمشاهدين الأعزاء يعني واحدة مجموعة من شؤون الدينية غيبة عليهم هذا السبب الأول السبب الثاني أنه من باب الأمانة العلمية الإنسان لا تعلم شي حاجة خاصة ضروري يوصلها للناس كما تعلمها باش حتى هما يستفدوا وأفضل من علموها للناس هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى السبب الثالث والأخير أنه هذه الأيام كتروا لا دينيين كي يطعنوا في دين الإسلام دير القنوات في اليوتيوب تيهجموا الدين دين الإسلام وتيهجموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتيديروا عليه المسرحيات هزلية وتمثيليات وكيمطلو به وكيمطلو النساء دياله تيديروا أصواته وكيديروا عليه شي مصرحية تفاضعة جدا وشي تمثيلي تفاضعة جدا يعني ما يمكن إذكر حتى شي قانا باش ما نشهرش بها أولا وثانيا لا يستحق يعني نكرتشي واحد يعني ولات واحد ضاهرة كبيرة بزاف مؤخرا كتلقان بني جلدتنا ولاد بلادنا المغربة ديولنا يعني تيهضرو باللغة دينا وتيهضرو في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين بواحد الطريقة لمكتليقش لمكتليقش وكيديروا واحد العنوين خطيرة جدا كتلقى مثلا يعني قبسات من كدا ولا كتلقى مثلا قصص الأنبياء كدا ولا كتلقى مثلا سيرة أبو بكر الصديق ولا سيرة عمر بن خطاب ولا سيرة يعني أبو هريرة كتلقى واحد العنوان اللي هو جذاب وخطير تقدر بنتي ولا ولدي ولا ولد خويا ولا ولد أختي ولا أختي المسلم ولا أخي المسلم ولا شي طيفل يسمع هذا الشي ويدخل يتفرش في هذه الفيديوهات ويصدق يدي النظرة الخبيثة على الصلاة الصالح على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو على الأقل إذا كان مازل مفاهم ولو في الدين يقدر يعتقد بأنهم كانوا هكا والدين ديانا هو هكا خصو يكون هذو هما الأسباب اللي كينين إذن إن شاء الله وتعالى غن بيليكم لشنو غن ديرو في الحلقة الأولى إن شاء الله الحلقة الأولى إن شاء الله غن تحدثو فيها على المحاوير الأتية أولا علاش خلق الله سبحانه وتعالى البشر ثانيا شنو السبب حتى صفت لنا الأنبياء ثالثا وأخيرا اللي ما تبعش الأنبياء شنو الجزاء ديالو يعني هاتشي اللي غالخصوه في الحلقة الأولى وما ننسوش نقدم تحيي والتقدير لجميع الشيوخ اللي قرروني وأخصو بالذكر أبو فرداوس الحسن مدواني هو الفقيه اللي ضحى معايا في الطفولة ديالي حتى حفظ كتاب الله عز وجل والحمد لله كانت منه أي حاجة درتها في هذا العمل يديره الله سبحانه وتعالى في ميزان الحسنة ديالو لأنه في الحقيقة أعطاني واحدة للحاجة ما كيعطيوهاش لأباء الأبناء ديالهم يعني هي كانت تعطى من عند الله سبحانه وتعالى واصخروا لي الله سبحانه عز وجل حتى ضحى معايا وحفظني كتاب الله عز وجل وكانت من الناس عند الله سبحانه وتعالى منال الريضة ديالله سبحانه وتعالى ثم الريضة دياله يعني وأقصده بالشيخ هو الشيخ يعني الشرعي اللي علمني كتاب الله عز وجل والسنة ديالنبي صلى الله عليه وسلم واحد الحاجة نوصلها لإخوة والأخوات أي واحد عنده شي سؤال في الدين دياله يمكن ليه يحط لنا السؤال دياله نحن ماشي مفتيين نفتي ويعني عندنا الحق في الفتوى والله كده وإنما سنبقى نجاوبه على الأسئلة يعني اتباع المصادر موثوقة يعني على منهج الكتاب والسنة هذا الشي اللي سنقول الإخوة سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يرضيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته